موسيقى اهلا بك يا اهلا بك من الموضوع اللي انت دايما بتحكي عنها ومهمة بحياتك هي موضوع الجيش والفترة انت قضيتها في الجيش برغمنا فترة مش طويلة مش طويلة بس هي طويلة بتاريخ مصر اه ومؤثرة وحصة تؤثر للأبد تقريبا يعني اياميها كان فيه ناس بتخش الجيش فترات طويلة حصبا لانا كان فيه استفقاء استفقاء اوه ما اقولك عشان كده مشكلة كانت فيها مشكلة لكن كان عندنا مشروع ومبدأ عايشين عشانه فعمرنا بصنا المدة طويلة مش طويلة خلاص فلسفنا الامور فلسفنا الامور كان نسأل بعض انت فضل لك كم جراية عشان تطلع مجيش كم جراية انك كم واجبة او كم شوية عيشت عشان تطلع اللي يقولك انا فضل لنا سبعين الف جراية كده نضحك مع بعض يعني كان لي بيجي مثلا اروح لناس يقول له انت بقالك قد ايه قوله سنتين يقولك يقول لي لا انت جيسك لسه في قاع المخلى انا بقالي مثلا ست سنين انت عيادوبك انا عابل مطلع عدي بعدها بست ست سنين كمان هكذا يعني كان لانا كان يعني فيه هدف معين يعني اعمل هدف ده اصلا تأثر بشدة طب خلينا برضا نوضح الناس اللي سمعنا ايه الهدف ده انت امتى دخلت الجيش اصلا انا دخلت الجيش في اول سبعين في اول سبعين خدت بعضي وروح سلمت نفسي وما كملتش انا لما ايه انا كدش مسعرفين يوديني فين ايه انت كلام ده لما قطعت البطاقة وروحت والناس تيجي علي يتجمعوا وياخدوهم ليه كانوا محترين فيك سنك كان مش انا بس قال يقول لي ما انا عرفش انت اسمك ايه مش ورد عندنا طب عمد ايه قعدت حوالي شهر كل يوم اروح واجه اروح واجه ايه استزئت ايه نحس ده عايزة انت باو اترحل باوه واشوف سلاحه بتاعه مش عارف لي سلاح لم يعين ليه سلاح وبعدين جي قائد الواحدة ده قال لنا داني قال لي يا ابني انت تعرف حد وطول لي ما عليش حد في الجيش قال لي نكسي رده بتاعه قال شوف انا في حاجة انا مش بهمها لكن مش عارف في ماندوب جاي ياخدك بلوحدك انت عملت حاجة في حياتة عام فيه اجري خالص قال لي طيب هو الرجل اللي جاي اللي بيقول لي انا حياتك في حاجة اسمها ايه تشويش وعاقة قلت له عاقة ايه قال لي اسمها بيقول لي عاقة تشويش وقق عاقة اول انا سمعها غلط من الراجل او الراجل الاله السول ده بجاهل عاقة موجود اصلا جديد خالص فروحت انا سفرت انا والراجل ده قبض علي زي ما كون قطب علي بيتسلمني وصلنا يعني ويعني بالسلامة وروحت رحدي خدونا انت جيت اسمك اه اسمك ما انت جيت هوب رح مقضينا في العربية وجاري حدفونا على حتة اسمها جبل الاحمر في عز الليل كده في اطراف القايرة روحت انات ناس كده عواجيت شوية وقدام شوية وروتب ولبس لبس طيار ولبس لبس بحرية حاجات كده ولبس ضابط ولبس مش ضابط حاجات مش قلبة كده واتنين ثلاثة الزوارين زي ايه اصلا انت شوش والعاقة ده ما هو عادنا بقى جمعونا وبردو ما قلناش ايه في ايه عملونا التدريب الاوالي اللي هو اسمه فرقة مساء كل الناس بخدها في الجيش ينسيق بقى اللي بتاعها والحاجات الاوالية بتاعت الجيش بيبى خمسة اربعين يوم قالونا تحتقوا التدريب في واحد عشرين يوم وكان عامية اسرائيل بقى مسيطرة على الجو خالص وحصل الانتشار للوحدات بداعتنا سترع الجو ده قبل مبادرة روجرز اه في هناير سبعين روجرز كان في تمانية فترة غريبة فكان كلها الحربية احنا مودينها السودان وكلها البحرية مودينها ليبيا كده الطيران هايس فوق هايس ومفيس بقى دبعات جوية هايس مثلا نضربهم في الارض اي حاجة ارزع فيك من فوق فانتم وسكايوك مودينها فالتكلب جزم فالمهم يعني في انتشار فقدنا حتة في الارياب كده جنينا الجيش مؤجرها فيها بتاع برطغان وكده نطرول هناك وقالوا واحد عشرين يوم بس تدريب بقى ساق جدا وعينهوب قالك تدريب بقى ايه الضغط الاربع الخمسة اربعين يوم بقت واحد عشر يوم وبعين بقت تسعة ايام ليل ونهار برنامج لازل نخلصوه ليل ونهار تخيلت بعز بقى ايه الساعة في يناير والناير متكلفة تساق يقوم عادة على الساعة تنبلة تعالى الفنين اللي باس طبعا طبعا بقى كشافة مع السور بقى مع كشافة ومش اقول لك على نجبة نجبة تيه السور على بكشافة قدر النجم القد بيديك السماء للأراطيسي وده المغرفة وده الدبلة عشان لو توكتوا في الصحر تبص عن نجمة القد بي تعرف انك السماء الدايبة للجنوب ورقك كده كانت ايام عفنة في المهم خلصتنا هنا وبعده ايه رحلونا على مكان بقى محترم بقى كانت مارسة 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 صواريخ في مدخل طريق قاهرة اسكندري كنو اربعة نصف كده مدخل قاهرة سويس مدخل القاهرة السويس اول طريق السويس فكانوا بقى جاهزون المكان بقى كان فيه بقى ايه متجاهز لمحاضرات ومسافلت جوه وميز اكل وبتاع وحاجات تمرد مدرسة كاملة يعني وبدأنا اخد ايام حاضراته فمن اورع ما هددنا هتاخد فرقة حرب الالكترونية حرب الالكترونية تشوش بدأوا فاهمونا بقى وانت اول ايه ناس وحاسمعها الكلام ومن دمنا هتاخدوا اللغة العبرية واللي هيسقط حيخش سجن حرب محجوطة ما كانوا منذ وقتا الاكلة بنظام ومذاكرة بنظام لوقات معينة يعني قبل الكلام دا ما كانش فيه سلاحس ممتشة بقعقة خالص يعني مصر ما كانش عندها ما كانش عندها خالص احنا ما كانش عندنا فانا من حظي انا اول احسكندراني وفي اول سريتين مس كتيبة الجيس بدايته ايه سرية ثم سرية ثلاث سرية يسوي كتيبة تلاث سرية او الاربعة تلاث سرية ممكن ازاو عليها سرية مرحقة ممكن اتنين كمان لكن اصل الجزر بتاعها ثلاثة يوب كتيبة خمس كتيب بعد كده يسموا ايه لواء وبعدها ست سبعة لواءات يسوي فرقة وبعدها سبعة فرقة يسوي فوج تترتيب انهم دخلنا بتاع هتاكلوا وتشربوا بمعادة نظام والساعة سبعة هتقفر عليه كل مكان هتذكروا الساعة عشرة هم اه انت ذكرت انهم دخلوكم مكان محاضرات وفيه لغة عبرية لغة عبرية جنب جهزة الالكترونية ودوايا الالكترونية في لغة عبرية كان بييجي اسزة من كلية الاداب يعني انتو درستو اه حاجات الالكترونيات كمان اه مهي الالكترونيات واللغة العبرية بأضافة الالكترونيات دي كلنا احنا متنقيين كلنا فنيين بين مهندسين وفنيين وحتى فيه ناش يعتبروا شويسية من معهد الفني للقوات المسلحة ومعظم الزباط كان خريقي فني عسكرية اه مكالس معانا زباط عاديبت وحربية خالص خالص يعني يعني احنا مناود فرق كلنا فنيين انا كان دخولي برضو عشان كنت يعني ايه في الاقتبار الاولينا كان عالية جدا اسكندرية انا فأول حقت يعني فبدأنا ندرس وبجاهز جديد جدا ومع السيف المسلط علينا كان ميري غير عسكري عندنا كل حاجة اكل وصرب مع الاعلى مستوى وناس بتخدمك جوا يعني عسكر بيخدموا علينا انت عليك يعني تدرس الصبح وبالليل تذاكر محضراتك وكده واجازات يعني تقريبا كانت ممنوعة تقريبا حتى كنا نيجي عجازة كان محضرات محضرات ايه كانت كشكور محضرات كان يبقى فيه بغرة كده وعلى رقم معين وكانت تتلمى مننا ويستلمى ضابط امن ان فيها دوائر الالكترونية هل كان فيه اسلاحة تانية في الجيش بياخده عبري برضا؟ ما تقص الا اذا كان فيه مثلا جزء من هما تابع المخابرات الحربية لا غير مخابرات طبعا حربية كان شيء جديد كان سمعته عن نزل والسلز اللي عمله وزع كتيبات فيها كلمات عبري قدامها العربي عشان الحرب قادمة مثلا ايه ايدك الفوق ارفع ايدك ها حتقول له ايه بالعربي هينتهى يديم لا مع الله ها اه ارفع ايدك فوق كمثال ما اين قطها انت منين لكن كلغة عبرية انك تقرأها وتكتبها لا جابونا اساسها من الاداب يعني متخصين وكبار عواليس فعنا علمونا ما اقولك انا عرفنا بعد كده احنا كلنا مش عارفين من الناس اجهزة ومشكلة الدراسة لان هما الخبراء روس واجهزة روس كان فيه روس في الجيش المصري مدربين اسلحة حديثة مدربوك على اسلحة قتالية اسلحة اسلحة قتالية بس الكترونية يعني اسلحة فيها زخيرة مش قتالية قتالية الكترونية يعني تأسر طيارة واتدمر طيارة وانت قاعد مكانك شغلانة تتوه طيارة فيه الغتة ينزل من فجر تتوه طيارة الغتة ما تطلع على طيارة تأسره انو كده ويجي وراء مثل حينفجر من الطيارة مع ذلك انتو مش جزء من الطيران لا لا خالص عندنا ناس اصلا كانوا طيارين وبقوا ملاحين ما كانش فيتر اللي هو عبش في اخر سنة بس فيتر فيشتغل ملاح هل التشوش ده تشوش على الطيران؟ بين الموجه الأرضي والطائرات بتعترضه الموجات اللي بين الموجه الأرضي الاسرعيلي والمجموعة اللي طالعة بيتشغلها هو الموجه الأرضي قدام الشاشة وفيها الاهداف كلها اهدافه اهداف الناداء على احداثيات متأسمة لكن مش بتتجسسه او تشويشه على مثلا ناس تانين عالارض او غفظه لا فينا ممكن فيها كده تانيك اسمها معانا لبجمع وردو وخدتنا فرق بقى كده اسمها تحديد اتجاه تحديد اتجاه جات لك قذيفة معاينة من الحتة فانت في جهاز معاينة تبص عليه تعرف اللي جاية منين ومسابتها قد ايه ممكن تبلغ عنه ايه الندفعية يتعاملوا معاها او يترر اسمها تحديد اتجاه بتاع كده وبعدين اه زي ساسب تلفزيونية ونقطة بتعدي وترح ضربة على زاوية او في الزاوية دي بتقسها بشكل معاين بتحسب المسافة عارف المسافة وهكذا دي بتبقى جانبية الاصل في الموضوع انك بنرصد او بنصنط انا هحكيها لك نصولها يعني يعني فيه اعجابها كنا عندنا محطات رادار ضخمة جدا فيه اجازة بشغالها اربع عشر ساعة بتلقط الاهداف بتلقط الاهداف وبيزيع بيزيع فيه واحد يوقف على شاشة اجاز متقسمة مربعات زي كلماته متخطعة اللي مثلا رأسي عداد والأبقي الفابت فيقولك مثلا هدف في مثلا في زينب اتناصر فانت تشوف زينب فين واتناصر فين يبقى في حتة دي بتلقط عمل علامة وهدف التاني بتقول لنا نفسك الراجل ده بيرسم مجموعة ايه اللي طلع داما الاطعم بيبقى اربعة منهم القائد بتاعهم بس هم يصرب اربعة وبيندوا بعد هم اصلهم فانت بتسمع فبيرسودك بلون معين لو فيه سرب تاني اخر برضو الرادار بيشغال على اربعة عشر بيرسود اسمه الراسد اسمه ايه الراسد ودي قداني انا شايفه انا شايفه من ناحه التاني شايفه انا بروح داخل مولف الاجهاز بتاعي ابدل ايه قلقط التردد قلقط ايه التردد فقدامي التردد انا كان هرتزل ومسجله في نفسك عندنا جهز تسجيل فلازم اسجل دي اسمه ايه نشاط اسمه ايه نشاط ده كل يوم في اي وقت احنا بنعوده كل واحد 8 ساعات على الاجهزة يعني 14 ساعة 8 ساعات ثلاثة وراد يعني هل كان الاسرائيليين مدركين ان مصر عندها لا يعني كل ده والاسرائيلي مكش عارف ان مصر مش عارف نسعد نسدقوا اه ما حصل بقى بغاية ما حصلت بس ده مش سر يعني خبراء روس او سوفيت اه ده مش سر او يعني عارفوا بس ما عارفوش ان احنا ممكن نتعاملوها اه او مش بس لقية ماشي مش بس لقية لغاية لما وقت الواقع اه واقعها غكرة عادية فالمهم احنا ايه بنرصد كل حي انا السرية احنا لما خرجونا تخرجنا خلاص ورحنا هم بقى سريتين يتخرجون الاول عن اخر واحدة في الجسد الثالث الميداني واحد الجسد الثاني الميداني الثالث الميداني يبدأ من تحت من اول من اول رأس خليج السويس من غاية جنوب الاسماعيلية والتاني من جنوب الاسماعيلية لغاية برسعيد دول الجيشين ايه عالجافة كواس الجيش الثاني كان حيولو فيه زراعات وحاجة زي كده حت اسمها بصور احنا حت اسمها الجافرة وحاجات تسمعها فينا وعجرود عارف يعني ايه بالطبيعة خاصية جدا بالصدفة يعني كان يعقبوه فيناك يجبوه عندنا يعني عن الا جيش ثالث كان كده حتحصل مساكل في العبور برضو جيش ثالث اتاخر شوية برضو حتا بالتكلب يعني يعني او ما بقولك يعني بيحصل افتغلينا بقى عشان الوقاعات دي هتبقى سهلة افتغلينا احنا نسجل احنا عبارة عن ايه مركز القيادة العمليات وحاولينا في الصحراء ثلاث مواقع ثلاث مواقع احنا بنصنت ونحلل ونسجل وبنبعث المخابرات الحربية يبقى عرفتنا ان احنا تابع المخابرات الحربية بيستبع السلاح ما كاسب سلاح كاسمها ادارة الحرب الاكترنية ما فيه السلاح ايه اختص بيها ادارة المخابرات الحربية في القاهرم كل يوم كل يوم بساعة تاسعة بنوديهم الصراعي دي واحد بروح مندوب وبيجي بتعليمات بزروف ايه مقفولة بالتعليمات جدا وهكاسم دول بقى رياستنا اللي هناك كان طيب حاولينا احنا ثلاث مواقع ثلاث مواقع ثلاث مواقع دي مفاس اجهزة تسنط استبال فيها اجهزة ايه ارسال فاحنا عايزين نعمل تنسوش عليهم المواجه تحت الارض ويستفى الاهداف وبتاعته وشايف اهداف مصرية فهو بيكلم ها بيتكلم الناس بتوعه الطيارين هو شايف المواجه كده الطيار بفوق بيه بحر مكانه محدود فبيقول له مثلا ايه في وراك هدف خلي بالك وي وراك وانزل بايه بمساوة كزا وبسرعة كزا هتفلت مهم ما يبركبكش ناسي او بارجع لو لا الفاقود هاي خلاص مواجه يبقى الشغب بيدير مسألة انا في الحالة دي بقطع عليه التصال بايه ساوي بقتيت تيت 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 بيعان طريق الموقع بتاعتي بجلقه بجلسلكي بقوله تردد كزا هوا عا يدروح ايه عامل هادو يضغط له ايه الموجة فتتبقى سوفارة بس ده ما يتطلبش انك تعرف عبري انت مجرد انا ببقى سامع ببقى سامع في ايه لكن ايه فايدة انك تعرف عبري ما هو عطوهنك كده بقى ما هو عطوهنك كده يعني ايه بحاجة يعني عارفه يعني ما حصلش انكوتو تتجسسه على كلام عبري تركيمه مثلا لا لا خالص ما حصلش لكن هو حاجة احسن مفيش حتى فوقه ان انا بنعرف عبري بقى نشتموه بقى نشتموهنا بالشامي بنرد عليهم ممنوع انا كلامهم بقى باني برضو بيعرف التجاه بس هم صورني كل يوم انا عارف هم صورني يعني انا عارفه ورزار بيقول بقيك التهران تجسس وانا عارفه جنبي سريس ساقة اللي بتحميني بلعب كرة واحنا عاديين في ايه متوترين ممكن تنزل عن ايه حاجة تقيلة الالف رطلول بتاعدي وهم مسافين اللي مفيش طهرة بينا بتبقى اعلى ايه من الدفاعات الجوية بس احنا ايه بيتبلغ عن طريق الرادار والراسط كده يعني المهم يعني لو حبت نعمل تسويس فبنبلغ المواقع تضغط له ايه التردد بيلغيها بيخلي الكلام صفارة رحنا Planetbloodة التاني انا سمع الكلام وبيعالن ما ايه بستنوع صفارة ورا امك وهيكذا هيكذا بيتطمزاها وبيجعوا بيتزروح يخلص. بيتبوزوا الموية بتاعته. بيتبوازوا. بدوا مهينا يعرفوا اننا عندنا حرب الالكترونية. تسويش وهم قدوا بيستخدموه. بدوا يقبوا اكثر. لكن واقعوا برضا. واقعوا بعد كده. حصل مرة لما ساد بقى ومترسل مات. وساد بعمل هدنات. كانت الهدنة بتاعت روجرز يعني تلس سور وساد بقى يجدد كل تلس سور. وطارت الحكاية قوي. وساكلوا ببايخ. والجيس مجالوش طلقه زيادة. واحنا هنا. سنة والتانية فاتت فيه ايه. هرسنا ان ما فيش حرب بدايش ساكله. والناس بقى تتضرب بعض بالنار. اه واصلته. مفروض انا. الناس بقت متوترة. مش طيب بعض. خلاص بقى. ما فيش امل لتطلع ولا تحارب. فالمهم يعني في فترة واقفت. لقى النار بردو. 8-8 شهر دي. انا شخصيا. الرسط. الرسط. نشاط. يوم سبت. احنا من المتابعة. السبت مفيش. الجابة ميتها. فاللي بقى في نباتش عندي وعد نباتش عندنا في يوم سبت. يبقى حظه حلو. النافقية مفيش صغل. لانا عندوه بالسبت مفيش خالص. بنسمع بقى ايه التلفزيون. لان اجهزة تاعتنا. نستنت على اعلى ترددات. ايه قصيرة جدا. القصيرة اللي هي ايه بتاعت التلفزيون. المتوسط بتاعت الراديو. الطويلة بتاعت بوليس النجزة. نعم بلك. احنا عندنا كل ده. احنا بعد مسلا اسمع تلفزيون لبنان. تلفزيون نحنا عندنا تلفزيون بقى كده في دشمة. والقايده بقى لك بتضحك. هو قاعد يتفرع على التلفزيون. وانت عادك سماعات. بتضحك. لانت لما هرش. كده. يوم سمت فا ايه ما فيش شغل. فيوم سمت برضو عملا السلة كده سمعت ايه. هيه سو زنبريت. ابص على بتاع الراس الده. ولا ولا. بدأ يتابع الحكاية والرسط بس سجل. سجل سجل سجل. وعلى الساعة تاسعة بعثنا ايه السرايط. علونا تنهم تاني. احتمال السبت الجاي عملوا نفس الحركة. نفس الحركة عملو. نفس الحركة عملو. نفس الحركة عملو. فيومس الاسبوع اللي بعدي قالوا حللهم. قالوا دي سرير التجسس اسمها استراتو كروزو. استراتو كروزو دي اصلا كده امريكا عندها خمسة. وعطيها سرير اثنين. الطيارة دي بيتشيل اتناصر خبير الكتروني. وخمسة ملاحين. ضخمة جدا. وتقعد تطير فوق جابها وتحلل وتاخد يعني تاخد كل الاسرات وتحللها وهي فوق. وتطلع يعني في مادة ابعد من اي دفعات جوية. يعني دي كانت في بداية السبعينات كانت حاجة غير عادية. يعني دلوقتي طبعا ده بالنسبة. اه دي كانت سنة سبعين. اه. غير عادية. دلوقتي بالنسبة على الكلام ده على حساس انه حاجات بداية. اه دي كانتهم متحركة. اه. فقد تطلع من فوق من سينة قبل ما تتعد القناة بخمسين كيلو. اه. بيبقى معها ثلاثين فانتوم يحموها مقاتلتين. اه. ماسي. انت كنت بترسد الفانتوم ولا كنت بترسد كبيرا. التلاتة الرسلين التلاتة. اه. وبعدين. فبتيجي بقى قبل القناة بخمسين عشان صاريخ. الفانتوم رخالة. اه. وهي تبدأ تطلع ايه ارتفاع عالي جدا. عبر ما تعبر القناة بفوق الجابها بقى ايه برر موضوعها رسل. وده يبرا حطها. اه. وتقعد بمضي طويلة. هي كبيرة جدا وضخمة. حابيرك صورة موجودة عندي. اه. فترسد اسبوعين. في الاسبوع التالت. قال له خلي بالكم. والرسل الاولين يخلي قاعد. المتصنط الاولين يخليه قاعد. اه. اه. قاعد. انا ايه قاعد. قاعد. ماشي. مانعرفش ايه. وقال له استنوا تعليمات الاخيرة. مانعرفش ايه. بس قال له ايه قلوك ده امام. وكل الواحدة يبقى ايه يشده الشدة الايه العسكرية الكاملة. لان احتمال. اقرعوا الموقع. اه. عندنا الموقع تبادل اكتر موقع. لابد ضرب ده يبقى فيك موقع تاني جاهز يعني. فالمهم يعني ايه. الطيار دي كان بتطلع من يعني ادي القناة. اه. كبتطلع كده من حتة من فوق حتة. تدرسة صعب جدا ما فاس قاعدة الصواريخ. اه. بتوقف يعني. فبتطلع من حتة مدروسة يعني. اه. راح المخابرة الحربية حركت. مع سلاح الصواريخ. بطريتين صواريخ. اه. عربية اطلاق والعربة العالية صواريخ. وحركتها في جنح الظلام قبل. يعني. يعني. الجمع. اسراعيين مكنش تقدر تسد. بابتاني ايه ترسة ربعة ساعات. اه. ما عارفوش. اه. خالص. وحركت بالليل ولا باديت. اه. اه. هتلا باديت يعني الليلة القبل السبت. يعني النوع من النوع الفخ او الكمين. كمين. اه. اتعملها كمين. اه. اه. احنا ما نعرفش اصلا كمان. اه. ما نعرفش. ما نوعش حاجة. واحنا عارفنا بعدين. اه. اه. وقعدو لها. اه. وشوية كده. وسماعنا بتاني الحكاية والروية طبعا. اه. بس. قعد بلغ على طول. اعمل تمام فندم يعني. قال خلاص. اه. طبقوا الاجهزة. اه. انتو طبقوا الاجهزة اللي فيها. ايه. انتا بنعمل تسويس نعمل بتاع. قال تسويس وطبقي. اه. بس سويس لما ديك امر. اه. بس ساعة معينة راح ايه. تسويس. اه. والطيارة لسه ما طلعستي فوق. جاء الامر ايه بالتسويس. اه. الطيارة ربسها بقت اه تايها زي المجنونة. بس. طيارة اصلا اه تجسس. اه. اه. فالمفروض هما يعني مستعدين لحاجة. المفروض. اه. احنا بنعمل حاجة بسيطة كلها. اه. احنا بنحول تردد الى صفارة. بنلغطها. لا اكثر ولا اقل. اه يعني اصلي طيارة فيها كام خبير الايكتروني. اه. مش يعني. شغلتهم ايه? يلتقطوا. اه. ويحللوا. اه. بس شغلتهم برضك ان هما يتوقعوا ان يحصلوه تشويش وبالتالي عندهم مدينة. ما كانش هم عشان كده بولك هم معارفوش عندنا حاجة ما اه. اه. ما عندهمش. ا بيطرعيب في ساعه. اه. ويطرعب اكثر من مرة. اه. بس جات بقى الحاجات السابتة كده. اه. لكن اه مش اول مرة تطلع. اه. بس. وكلنا قاعدنا بقى كنا كذا جهاز ايه. نصطوا كله ايه. لا بسقول لنسمع التاني فرده وتاو. مستان. ويطلعوا. هب سمعنا ايه بوس. وصريخ. صريخ نسوان بقى يعني بس ايه كده. وصوص. صوص. ايه اللي حصل بقى كده. ده ما جاء بقى مدوب وحكمها. مدوب من المخابرات. قال احنا عدلق على الصواريخ. وتعملنا معها. اول صاروخ طلع. ماشى بين طيارتين. بين الطيارة دي وبين طيارة فانتهم. منهم. فماشى. ويروح للحرارة. فماشى في النص. فما ايه. ما اه. ما انفكرس. ماشى على طول. التاني اللي حقق على طول التاني. اه. وصل بين الاتنين. بيحصل انت في الصواريخ. بالصاريخ. اللي بيحصل بتعمل مرتين. اطلاق. وبعدين في الاخر ايه. ايه. التنبيه بالايه. بالانفجار. يعني مش شرط الصاروخ اللي زي ما ناس يجي في طيارة. لا. ده جنبها هو يفجر نفسه. بتسدوله ايه. امر تفجير. فبيفجر نفسه. فبياخد ايه. حتى من الطيارة براحت. فمس محتاج ايه. لان لذلك لو طيارة بقى ميجو بتاعها هتقعد تلعب له. لا لا لا. انت قرب منا بس. وفجر الصاروخ. ايه اللي بيحصل منا. مش شرط الصاروخ. لا لا. لكن الصاروخ هوك يتهرب منه. لو طيارة ابن كلب صيع. يتهرب منه وكده ورأيه ده جاهل وكده. الصاروخ مش حيه كده. صعبة شوية برضه. لا. ايه. جنبه راح ايه. اعمل ايه. الطالقة التانية. ايه. ببقى ناس برضه خبره. يعني عارف انه. فان مم قالونا مبروك وبتاع الطيارة راحت. خلص راحت. وبدع اسمعه. بقى سري تزيع. الطيارة انفجرت. ونزل منها واحد فقط لاخير. اللي نجا. كان مهندس. اه. هم كلهم خبراء يعني مهندسين كمان. نزل منها ببراشوت بقى. ببراشوت. محبش كان نزل واحد. واسرائيل كلها جلت سينة تمسحها عشان يجيبه ايه. الطيارة مشتار بس. يجيبه قطعة الطيارة دي. خايفين توصل للرسل. اه. طبعا. اللي متوجهسوا انه بتطلع قوات مصرية اللي كان بحصل عبور باستمرار وكده. عمليات استنزاف يعني. ممكن ايه. نوصل له يعني. فدي كانت اه طيارة اه. وصل هل اللي فيه وصل قطعة من الطيار دي. من الامريكان. من الاسرائيين. لا. 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 ما كانش معامل حسابنا خالص. اه. كانت اعملها سرية جدا. اه يعني ايه. فجرت فوق سينة. فوق سينة اه. اه. عبنى وطيطة وعدل ذلك. استكونة. مجلس امن. اه. استكونة عم المتحدة. انا كنا في خطرة ايه. هدنة. اه. هدنة. اه. يعني ندالة عارف ندالة مية فيه كده. نحن الجلس اللي حاب بيعمل حاجة كده. بيعملها. اي. اي. انا قصد قولها على كده. درس المستفى دي يعني. وصراحة امريكا سحبت طيارة تانية. اي. 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 ا اتنا بقى برق. اه. هارشن فيه. اه. اي. شغل الإلكتروني بقى. حاصن فيه. من نهاية تانية. اه. ما كاملتناش. اه. احنا برده طاعة اشاعة عناها. الوزارة حديدنا مكافأة زر عادية واجازة. اه. اه. قلت لنا تعليمات ممنوعه لاجازات الصغر. اه. عقوبة. اه. خدنا عقوبة. اه. استاذ عاقبنا. عاقبكو ليه? احنا فيه هدنة. خالفنا قرار سياسي. قرار سياسي. ما هو. انا فيه هدنة. احنا في مقرار السياسي هو اللي بيحدده هو بيجدد الهدنة بقرار سياسي فالجيش موسيقية رئيس الجيش في الاخر الجيش عمل حاجة بدون تعلمات يعني كل ده من غير تعلمات السدر هي مخابرات الحربية رجال عملوا اللعبة وجونا كده قالوا مقوس وفي يوم اللي هيجيبلك هدايا بيستبنوا بمعضينا لكن تخطوا تجدير وعاد نضحك عالموقف إن شكله إيه وعمل بيهرس في الناغو وخاف من أمريكان وحاجات مندي يعني لأنه سعيد في مجلس عامله وعمله قاعدة وحكاية وحكاية ما تقولش يا سادت؟ يعني أنت عامل زكر في أمني يعني عندما فيه بنعرو أو نسمعه عن الإسكندرانية والجيش بدون تميكس خالص أول يوم في الجيش أنت قولت إنك إنت متعودة ما تسمعك ما تاخدش أومر أنت أصلا تربيت في يتيم فبالتالي ما يوحدش أومر أول يوم جالي صدمة أول يوم رحت جالي صدمة يعني وقفين وبالليل والدنيا كانت حتة كلها زراعية وظبط وقرف وإذا راح جاي الصول أقف يا طابور إنت هو مستجدة مين فيك مسكندرية؟ أنا بحس إن هي يا فندم قال لي ما جابتش الراجل هقول لي عاملله إياك قلت طولة بس أنا الراجل قال لي ما جابتش الراجل جانب أقول لك قلت طولة الراجل أغزب عنك؟ قال لي خلي فوق كده على طول ها مدور بتاع أب الحق إجرى على هات الحلاء إحلا قولي راح تدربني إيه؟ ماكناه في النص كده العقوبة إيه با كده مش حنزل أجازة عارف ماكناه في النص كده الحلاء غزب عنه مجيس تنزل أجازة بعد يومين فيها عم تروح بعد يومين إن أنت بتنسغل أول أجازة 48 ساعة بتغير هدومك يعني زباطها بتاع كده بس جاء بده التصريح حتماسك التصريح مقطعه قلت طوله با قل له صاحبا قال لي جاب لي التصريح قل له ما بينام في الليل موعد لك بس بقى كله شوية بعت لحد يبص علي في القيامة كانت خيام يعني يعني أول جيشك كان عداوة أول يوم على وش الصبح كان جايلي بشمامة اسماع الله قد كده يا هدوم أبو اسكندر جاي صالحني ما أنا فاهمته إن أنا ما بنامش فمش حسيبه وعارف ان اسكندرانيا بس هو مش أول مرة يستفزوا واحد اسكندرانيا فاهم من اسكندرانيا ابن كلب مجرم يعني فاهم قال كده تهم يعني استفزوا ورد بقى يعني هو وقف معزور وكل شوية بعت لحد يليل إني مش نايم يبحجينه بالليل حاهم عاملها معا جاي اللي هو بنفسه بقى وقلب السجار والحكاية يا عم انت وقلب العسكرية الحلاقة يعني شاته مقدمة إلا زباطه وقعد زباطني خليها ثلاثة كلها هل كان في مشاكل تانية مع اسكندرانيا؟ لا لا خالص كان واحد معايا بس طلع حرامي وهرب كان سواق كان سواق وجايبينه عجوز يعني يعني بعد 9 سنين جايبينه تانية يعني عجوز وكان عايز يتجوز ومسلاقي إضلاغة فاخد ساعة صاحبنا زميلنا وقلنا عنزل يتجوز وتصور بيه او كده وقلت له لأ يا علي قد زمت المان يلا ونزل ما راجعش تانية روحت له هو هو بشار العسد ووصلت له الحكاية وراية وعمال لغاية وحياة يا ابن السناء قال اللي بقعتها وقلت له وما جايش تانية الفترة القسارة اللي عتها في الجيش كان تجربة سرية ومهمة في تاريخ بصر لكن سؤال مهم هل انت دخلت وطلعت نفس الإنسان ولا تغيرت لا تغيرت بسيط يعني اكتسبت تعاون مع الصبر ان بقس يعني زمان كن برضو صبر ضيق لو ممكن اتحمل وعد يعني مشكلة وبعين ممكن فلسف أمري يعني بدأت يعني اقم بالمكتوب يعني مش شرط تحارب عشان تموت ممكن تموت كده في اي حادثة جوه جيش عادي وده بحصل كتير ولذلك كنت بشوفهم في الطائرين كانوا بتمرنوا وفينا وفي اقتران كان بتوعها ساعات يعني فالعمر ده فالعمر مكتوب يعني ولذلك ما بقسش خاف من موت يعني ما عملش حذر قوي يعني عمل حسابه حسابه بس عملش حذر على الاخر لانه ممكن ايه يعني اموت واعز منه مثلا طوافة بعد الحرب وما خلصت وبيعن في الخناة ده سعلى لغم ومات عادي يعني فم الشرط لكن الفترة كسرية لان كنت شباب فممكن نفوت حاجات ياماة وفلسف أموري قوي واختزينها جوايا واختزين منها ايه الدرس يعني اصبر ولكن علمني ازاي ابقى محترم اذا اكتهدت لولا ان كنت من الاوائل يعني كنت ساعدت اتاخر في الجيس وعندي افراح ولا حاجة اغني عساك فلوس وبقى عرضة المحاكمة او اتحبس ما كانش حالي جنبي لانا عايزين اكتر من انهم يحبسوني كنت قولهم من نبس جنوني يعني بتعبان فلك لا هتشتغب معانا عادي هو في قصص اعانعرف الجيش ماليان في خبرات والقصص وأعتقد هناخده منها في حلقة تانية وفي لقاء تاني معك الروس ومعك قصة تانية خارس قصة تانية خارس الروس دي فحنوقفه هنا ونشكرك وإن شاء الله نسجل الخارس تانية وشكرا على مجودك ونعملنا طبعا كل فترة الجيزي والصبر اللي فيها والجلد خلاكم مدخلوش دروس صلصية حاولت أقلم فيكم إنها تبقى عندكم جلد وتختعموا وده مسعي حدي بعملها وكنت واثق فيكم وده حي بس خايف يعني بس كده شكرا وصباح خير صباح خير نحن بقى نصلي بقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة